السلام عليكم. معكم ابراهيم عبد السلام. احنا في الفيديو ده هكمل كلامة على الكنترول بتاع الوفرد انفيرتر. لو بصينا ده اخر حين احنا وصلناها الفيديو اللي فات كان ان احنا بتيجي الانفيرتر على الوض وبعد كده بنعمل الانفيرتر الانفيرتر اللي هنبقى في السيركيب بريكر ده. عساسة شوكي ده ده بتاع الكلام تليمتين. وهيحمل البور الالسترونية دفاسيز مناكي بتحريم المس موجودة وده لأ. اا كانت في مشكلة بتوجينا ان الارقام كانت حقيقية يعني ايه حقيقية? دي تلتنية وتمانين فولت. طبعا في باك فطبعا طبعا طبعا نتخيل بس السينار بيحصل لو دي تلتنية وتمانين فولت ودي اا تلتنية وستيني وبده نقص ده عبال ايرر عشرين فولت. العشرين دي بالنسبة لبقى الكنترول رقم كبير فبيخد buyerنوف دي تلك المكان انا ممكن اتقبلها في الريكويرمنتس بتاعة السيستم بتاعي. فدي كانت احد المشاكل اللي موجودة في السيستم ده. طب انا هحعل المشكلة دي ازاي? انا هحعل المشكلة دي عن طريق ان انا اشتغل ببير جونت سيستم يعني ببير جونت سيستم. يعني ببير جونت سيستم مثلا غيرت البادري او غيرت بتاعتي فبدل ما اعريد ديزاين كله على فلطاته قايمة دي ده لأ انا بغير البيز والكنترول سيستم بيكامل معي فدي كانت احد الموايزة طبعا دي ميزة وطبعا لو انا شكاب الباور بالبير يونيت طبعا بقول الباور بالميجا والحاجات كبيرة البير يونيت بالنسبة له تسهل بتاع البي او الكنترولة وتسهل علي الكنترولة فيهم الارقام فنبتدي نظب دلوقتي السيستم بتاعنا انه يوبا شغال على البير يونيت hayır اليونيت طبعا انا هطبت بنتاقت الزيت ماتиной فانا لو عايز ثتابتين متوتانين حاكي باي واحد وطبعا هقسم على بق ra its value في كل ايه حاجة فييوبا عندي هنا وهيوبا علية ريبة بتاعكه كان ثلاثة نيبا واحد على ثلاثتون � ost c вот هده سيقوم بالميجاجة كرن طبعا حقة سيقوم بان oo اساك Perss 1998 ما الذي أج mogą كرن may be 1 على telefみ طبعا في العرض انا عايز اتفرج على الحاجات بالقيمة الحقيقية مش بالريمات عشان تبقى الحاجات مفهومة فبدل ما ها اسمحهم ايه حاضرة في البيتس في الدرقة دي ارجع اعرض الحاجات القيمة الحقيقية وده الطيار حرق رابوكين اللي هي كان عشرين اول الخطوة احنا بتنعملها ان احنا هنتيون الانر كنترول لوب على اساس ان احنا نزبطها بعد كده نسخل على الاوتر كنترول لوب هنضابل كليك هنا هنقول مثلا او بونت سري فايف انا عايز او بونت سري فايف من البيتس بتاعي اللي هي تقريبا سبعة اندير اا هعمل ران طبعا انا عارف ان الجنز قليلة فمش هتخلينا قدر اوصل بالقيم اللي انا عايزة في الوقت ايه المطلوب نتيجة ان انا اصلا شغير على القيم القديمة فضابل كليك على طول حصل لحها فبدل ما دينوس مثلا نضرب عشرة كل حاجة دي بقى دينوس ودي خمسين ونشوف هل دي حاجة تلق ولا لا على طول كده او لا تمام طلعوا ايه مسك القيمة اللي انا عايزة في الوقت ايه فانا مش محتاجة عند الابتر من جديد لا هو كده عشان بقى بصمحة كويس وطبعا لو بصينا بقى البيتر بتاعي الموديلشن اندكس طلعها سموز كده ودي بقى المميزات اللي انا ايه اخدها من المشتغى بوقت اعني حتى مفيش ايه ريبنز وكلام ده كده طبعا انا كده خلصت تيونين بالانر كنترول لوت ادخل على الاوتر كنترول لوت بتاعتي ربطها بيها وادبر كليك هنا طبعا دي كانت نخليها مثلا واحد خمستاشر ونشوف اللي حيطلع وهل دي البرفورماس ده مردي ولا لا لا والله لا مردي بصراحة بس طبعا لو بصينا في المدى البعيد لا كويس جديد طب ما حيدي هو شغل على طول من غير ايه يعني تن 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 فهو كده ايه سيستم بشيغال على طول من غير ايه مشاكل طبعا انا ادخلين يعني نسميري دي سانية حالها وانشوف هل هو هي milyد Ruth. نضع في باطة الخيار نجح ابنتخل ثانية بنسبة الشيطة أهل سيحصل الستيبتشين انترس في القوت هنا مشكلة ان الدروب كان عادي شوية فده عيب مش ميزة في البيهيبيا فدي احنا ممكن نعدلها ان احنا نقوي ايه شوية طبعا لما دخلنا على الفولت اولا عمل رسبونس قويس بالعكس وصل الستيبتشين احنا مشكلتنا هنا الستيبتشين مش كويسة بالسريع وكفاية فاحنا ممكن نعلي الفين شوية نخليها الضعف يعني بدل من 15 نقوم بسلا 30 وده يتخلي الجيم بدل من 30 يوبا احنا كده المفروض هو اسرع شوية من الاول بس الاذايات الانتجريشن ممكن تسبب ستيروشة بسيط ما فعلا حصل بس مش مشكلة جديدة وصلنا الستيبتشين ده او مفيش مشكلة كده السيستم شغال كويس من حاجة ايه اللحظة دي هنشوف وقت الفولت ايه اللي حديحصل تمام او قدر يوفركم الدروب في الفولت بدل ما كان نزل تحت خالص تحت عند المثنوة شوية لا اطلع والنزول ايه بسيط طبعا هنا هنورد اوفرلود اللي حصل عليه طبعا بالفروض هنزل ايه الفولت بتاعه وحيس يتريك ما ينسحب شكتر من 20 امدير يوبا احنا كده اخذنا البرفورمانس المسائي بتاعنا طبعا في حاجة احنا عاملينه في الوبراتنج سناريو كله ثانية في الحقيقة طبعا المفروض نتسابلو سانيتين ولا حاجة يخلص فيها الشهر بس طبعا انا بحب ايه اخلص السيميليشن ايه بسيط زي ما انتم شايفين او طلعه نساك الرفرانس حصل state ايه ده عمل منيمايزين الدروب في الفولت والريكافر طبعا حصلنا وقت اطول حيوقي وصل لزير state state بعد كده حملنا عليه الفولت على الانبرتر او الوفرلود فطبعا نيزل وثبت الفولت بتاعه على الفولت اقل من المعطلوب ليه انه هو بساتوليت ان هو مش عايز يطلع اكثر من 20 امبير عشان نحمي البر ايكتروني ده كان فيديو سريع وكان الهدف منه اعريكو انه ويزاك البيتهالنا السيميليشن عن طريق جاية شكر جدا وعنزوكم على السلامة